شكرا لاختياركم قناة تقارير عزيزي الأخبار الرياضية سنسعد بعجبكم بالفيديو واشتراككم بالقناة السند القانوني الذي اعتمدته لجنة المنافسة أو الطعون في اتخاذ قرارتها حقوقيون يؤكدون أن مساءلة الفاف للكاف تعتبر خطوة ذكية والفائدة منها والامتلاع عن الرد بخدداتها وهو بمثابة إتباتنا للحكم المطعون فيها منعظم الأساس القانوني بشهادة الكاف نفسها الفاف تسعى لوضع الكاف في مواجهة الفيفا من خلال اتهامها لدى التاس باختراق قوانين ولوائح الاتخاذ الدولي للكرة القدم راجت أخبارنا امكانية تحديد ملعب حسين أيد أحمد بيتيزي وزو مكانا لإجراء مواجهة نهائي كأس الجمهورية بين مولودية الجزائر وشباب الازداد القرار الأخير بخصوص اختيار ملعب نهائي من صلاحية رئاسة الجمهورية بينما تحدد الفاف تاريخ وتوقيت إقامة المباراة النهائية تعرضت 17 حفلة تابعة لشركة ايتوزا التي تكفلت بنقل أنصار الشباب والاتخاذ إلى ملعب نيسون مندلة من مختلف نقاط تجميع الأنصار بالعاصمة تعرضت للتكسير بعد نهاية المعجهة المحلية التي عرفت تأهل السيربي إلى نهاية كأس الجمهورية مع أخبار المحترفين سجل محمد الأمين عمورة هدفا في المعجهة التي تجمع ناديه سانجل واسبر ويل انتروب ضمن مرحلة البلاي أوف من الضوري البلجيكي في القسم الوطني الثالث تعرف مدينة جيج الأجواء غير عادية يوما قبل دربي الكورنيش بين المتصدر شبيب جيج الوضع فيه مولودية بجاية طوابير كبيرة لاقتناء التذاكر بالمتون الثلاثة الكبرى داخل الولاية ومدير مركب رويب حسيني تحدث عن أزيد من 15 ألف تذكرة بيعة من أصل 26 ألف تم طرحها للبيعة